ليس حدثاً عادياً كغيره من حالات الاغتيال التي يشهدها العراق بشكل مستمر وإنما يحمل دلالات صراع حزبي وله أبعاد سياسية حادثة مقتل الأمريكي ستيفن ترول في بغداد على يد مسلحين حملت بصمات ميليشيوية تكشف عن خلاف داخل بيت الإطار التنسيقي بسبب خلاف أطرافه حول التقارب مع واشنطن فكان ستيفن ترول هو الضحية التي تحمل رسالة واضحة ضد المتقاربين مع واشنطن بحسب قراءة مراقبين لشأن العراقي وخبراء في حراك الميليشيات المؤشرات بخصوص مقتل ترول دلت على أن طهران متورطة بالحادث فيما شدد السودان في أول رد له على أن ملف الأمن خط أحمر معتبراً أن محاولة اختبار الحكومة فيه خيار فاشل لكن السوداني لم يوجه أصابع الاتهام إلى الطرف معين إلا أنه أشار إلى أن توقيت الحادثة يثير علامات استفهام عن المستفيد منها وخصوصاً في ظل انفتاح حكومته على الغرب ولسيما واشنطن بينما هناك أطراف ملشوية داخل بيت الإطار تنظر إلى هذا التقارب بريبة ولسيما تلك التي أدرجتها واشنطن على لائحة العقوبات واتهمتها بالإرهاب ورغم أن تقارب الإطار مع واشنطن يعد خطوة داعمة له في تمكين حكمه وزيادة نفوذه في مفاصل الدولة إلا أن أطرافاً فيه تخشى أن تقدم ضحية لهذا التقارب وخصوصاً أن لها تاريخاً طويلاً بضرب البعثات الدبلوماسية والمصالح الأجنبية فأي تسوية مع الإطار تستوجب استبعادها ليس الصدر وحده هو العنصر البارز في صراع الأحزاب وإنما داخل مظلة الكتلة الواحدة ثمت صراعات خفية تكشف عنها الحوادث العابرة